أعلنت هيئة نزاهة تمكن فرقها بمساندة القوة الخاصة في الرد السريع من الإطاحة بالمدير العام لشركة الإسمنت العراقية خلال تسلمه رشوة قدرها 200 ألف دولار من أصل 500 ألف دولار من أحد المستثمرين الهيئة أوضحت في بيانين أن العملية تمت بعد ورود شكوا من المستثمر بتعرضه للابتزاز من المدير العام لشركة الإسمنت بدفع 500 ألف دولار مقابل تسليمه مناقصة استثمارية لتأهيل معمل إسمنت بادوش مبينة أن المتهمة ضبط بحوزته أصل كتاب الشركة العامة للإسمنت العراقية ومرافقه أصل قرار مجلس الإدارة الخاص بتطوير معمل إسمنت بادوش في نينوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة